مستوى مجدي أفشة مهتز بس انت لازم تخط نفسك في المعطيات بتاعت ان مجدي أفشة بقى بيلعب ارتكاز وبعدين يطلع يلعب وينج يعني قصدي الظروف المتغيرة حواليك فكرة ان لازم 3-4-3 تتنسف انا ضدها دلوقتي لان انت بتبني مشروع كويس بـ 3-4-3 و 4-2-3-1 دي ما انت خسرت بيها الكاس قدام طلعي الجيش وخسرت بيها الدوري لان الفرق حفظتك فانت بتغير الطريقة وبتطورها والعالم فيه فرق كتير بتنفذ 3-4-3 وفرق كتير بتنفذ 4-3-3 ما نستسهلش 4-2-3-1 دي انا زقت منها من كتر ما بنستسهلها وبنستسهلها وبنتغلب بيها لان خلاص تحفظت تحفظت الكرة عمالة تتغير دي نفس الخناء اللي كانت موجودة في العالم ايام ما كنا احنا بنلعب 3-5-2 والعالم كله بيلعب 4-4-2 وقلنا احنا جماعة بتوع 3-5-2 انا مش بتعموضة انا علعب 3-5-2 انا بكسب بيها صح بس مع تغير الزمن بقوا في الليبرو ورا كارثة في التاكتكس فبقى حتى اللي بيطبق 3-4-3 بيستغن عن الليبرو بيلعب 3 على خط واحد ما هذا عشان الدنيا بتتغير الكرة بتتطور فانت لازم تتطور معاها 4-2-3-1 كتريند 2010 هي لسه موجودة في العالم في اوقات بس هي قربت يعني اغلب فرق العالم الكوبرى لا تستخدمها في الوقت الحالي وبالتالي هو فيه مبرر للا فيه سبب للا فيه سبب ان اغلب فرق العالم ما بقيتش بتستخدمها اتكشفت فيها صغرات كتير ومشاكل كتير يمكن والاهلي شخصيا عانى من ده قدام طلاق عيالجيش مرتين طلاق عيالجيش عارفين يوقفوهم لان هي تركت 4-4-2 تعالية واحد تحافظت بالنسبة لهم فالناس اللي كانت بتهاجم كارلوس كيلوش على استخدام 4-3-3 لما تتفرج عالدولي بعد كده هتلاقي ناس كتير بتادي تلعب 4-3-3 لان هي خطة كويسة هي الخطة العب مش فيها العب في التطبيق والتنفيذ والتطبيق والتنفيذ محتاج وقت والجمهور معندو الصبر الجمهور عايز يكسب كل يوم طول اليوم انا مش معا ان انا احكم على حاجة دلوقتي حالة استنى لما اشوف اخرها ولحد دلوقتي الامارات مش وحشة بتاعت 3-4-3 خلينا منصفين الخسارة قدام بالمارس بالعيبة جزء كبير منهم بودلة بسبب الاصابات والغيابات بتاعت العيبة المنتخب الدولي ومشاركة العيبة الدوليين كانت سيئة جدا لان هما العيبة الدوليين كانوا جايين منهارين بدنيا ايما اشوف اخطاقوا كتير جدا عامر سولاي اخطاقوا كتير جدا على عكس المعتاد بتاعهم ولازم تعذرهم لان الناس دي مكوك يعني مكوك طالعة من كاس العرب طالعة على معسكر المنتخب على الكاميرون عملت ليف 3 مدن 60 ملاعب على 4 ملاعب بتتكلم في مباريات عمالقة بتتكلم في فترات بايقة من التحضير بتتكلم في عبق نفسي بتاع الماتشاط ده احنا منهكين ومرهقين من الماتشاط واحنا بنتفرج مبالك وابعد كده تسفر على مصر وبعدين تطلع منها على الامارات وبعدين تدخل المعسكر وتلعب تاني يوم يعني لو انت مش حاطط ده في المعطيات بتاعتك يا